موسيقى السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم والف مرحبا احسن مشروع تقدر تستمر فيه في عام 2022 هو مشروع التباعة DTF لانها جديدة في السوق المغربية انا قد عرفها في حال هذه السنوات ولكن في السوق المغربية فهي جديدة لان ما كانت طاغية هي السيريغرافي سبليماتي ومثال انواع الطباعة والان DTF كانت تمتاز بالسهولة بسهولة يعني غيكة الطباعة في الفيلم DTF وكتبع له غبرة كولا سبيسيال هذا النوع كولا كتستعمل في السيريغرافي في الترانسفير السيريغرافي كتبع له كغيط ومن بعد كتبع له الغبرة كولا سيريغرافي وكتستعمل وكتستعمل DTF وصراحة كاليتي لها الطباعة فهي جيدة جدا وأنا كنقول لكم أحسن استعمل حاليا في مجال الطباعة هو في مجال DTF لأنه جديد وباقي قليل ستقول لي لماذا لأن أقول لكم لأن جميع أنواع الطباعات التي تعرفون الطباعة الرقمية أو الطباعة السبليماتي أو الطباعة السيريغرافي فهي يعني عليها منافسة كبيرة عكس DTF فهي بقى جديدة يعني فيها شوية يعني كائنة ولكن لم يكن لديها منافسة قوية لها صراحة وكما تلاحظون هذا أريدكم طريقة كيف نطبعه من الآلف إلى الياء هذه الماشين التي تأتي معها الفران وتأتي معها رولة الفيلم DTF وفيها الحبر يكون خاص بالطبع Direct Studio Film و المدد سبيسيال والغبرة الغبرة تأتي معها أوتوماتيك طبعاً هذه القطعة لا نريد أن نصنع الفيلم يدور لكي ندوز الكل سبيسيال بالفران هذا يعني قطعة صغيرة لا نريد لكي ندوز المراحل للطبع وكما تلاحظون إخواني خرجنا الفيلم DTF وقدرنا الكولا سيريغرافي التي أرقيقها جودة ممتازة ومن بعد سبيسي عليها 350 دراجات الحرارة إذا كانت لديكم الفيرونايت إذا كانت لديكم سيليسيوس ستستعمل 180 دراجات حسنا وكيف حال التواني إخواني إخوتي فقط ستضرب 30 ثانية والتي يمتاز تميز الطباعة DTF هي تطبع جميع الألوان والأشكال والخامات يعني كيفما كان التوب وكيفما كان التوب التي يمتاز بها ويأتي فيها طبقة الأبيض وهذه الطبقة الأبيض هي التي تجعلها تباني على جميع ألوان التوب وجميع أشكال التوب كان جين أو بوليستير كان كوتون أي توب كيفما كان يخدم عليه هذا ونجعل لكم المعلومات تحت الفيديو وما تنسوش اشتركوا معنا في القناة وأي سؤال خليوا الكمنتر في الفيديو إن شاء الله بإذن الله